أستاذ المقال ده خطير لازم جوان وش السيلندر اي ده انت مين جديد في الكار جديد في الكار انتصار غريب الأستاذ الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة ورئيس مركز الاستدامة ودراسات المستقبل بجامعة البريطانية انت في مدة خمس دقايق هتغير مهنتك أو الكار بتاعك تختار كار ايه؟ قرعي بكرة لاعب الكرة أحمد راشد بتلعب في نادي ايه؟ في اسماعيل بتلعب رقم كام عشرة كنت بابتدي عشرة دلوقتي بقيت رقم ثلاثة أو أربعة في الدفاع اللاعب أحمد راشد جرته تبقى مهاجم قبل كده؟ انا كنت دايما مهاجم وكنت بسجل أهدافه في بطولات على مستوى الجامعة وكده هو ومعنينك بتساعدينك أحمد راشد امتا ترفعه الكارت الأحمر؟ لما تعبت شوية وقالولي عندك أسطرة ومش تلعب كرة تاني بس الجاعة تلعبت فيش فايت لعب الكرة أحمد راشد امتا خسيرة جول كان مؤكد ان انت تجيبه؟ والله احنا كان فيه بطولة كده قريبة لحد الوقت يبقى لعب الحمد لله أنا 53 سنة بس لحد الوقت بنلعب كان فيه بطولة في الجامعة وللأسف طدعنا المركز التاني وانا ضيعت البلن مفيش مشكلة جول في حياة أحمد راشد كان المفروض يجيبه؟ ان انا كنت ابقى لعيب فعلا والمشكلة ان كان الاسماعيلي وقتها في المرحلة اللي هو منعزل فيها كان بيبقى في نادي الزمالك لما كنت كده وبعدين لما روحت لجامعة أسجود او كنت نوع الولد في أسجود ما كانش فيه فرصة ان انا ابقى لعيب فاعتمدت ان انا ابقى في الجامعة لعب كرة ولعب ذولي ولكن بعد كده بدأ خلاص بقى يعني حد دلوقتي بلعب لكن في سفرياتي يعني كل جامعة كنت فيها سواء في انجلترا ولا في الامارات والحد دلوقتي في الجامعة اللي أنا فيها بلعب كرة لعب الكرة أحمد راشد الكرة غالب ومغلوب هل بتتمتع بالروح الرياضية؟ ده مية في المية فهي اللولة كده اللي واحد ماستمرش لعب الكرة أحمد راشد لما بتحصل هزيمة بنقول من السبب التدريب ولا اللعيبة ولا يمكن الجمهور لا أولا طبعا الحمد لله هي بتبقى المزاكات طبعا احنا بنلعب دلوقتي اللعب اللي بنلعبه هو لعب الانطلاق الفرصة ان احنا ننعزل فيه عن الأعباء بتاعتنا وفعليا بنلعب دلوقتي في كلنا في السن الـ 45 فيما فوق فبالنسبة لنا الموضوع ده بيبقى السبب في الهزيمة بيبقى دايما أكلة قيلة يا إما مواصلات زحمة يعني بتبقى حاجات معينة هي السبب او احنا مع بعض التشكيلة مكانش مضبوطة الوقت الضائع هل في يوم من الأيام أنقذ أحمد راشد لعب الكرة من هزيمة مؤكدة والله بص حضرتك الملعب احنا منلعب في الوقت الضائع كل ملعب الواحد بيلعبه بيقول يا رب يعني بنعمل أول حاجة بنعمل عملية تكشفه طبي علينا كده ان احنا لسا نقدر نبقى في الملعب ونبقى خايفين ان الوقت الضائع اللي احنا منلعب فيه ما يخناش نلعب الملعب الجاي فكل مرة منلعب الملعب بيبقى دايما فيه تحفوزات من الأهل أو من الأسرة أو من الزوجة ونقول لها احمد ربنا لحد الوقت ان الواحد يسا في الملعب احمد راشد لعب الكرة كان يتمنى يبقى حكم في يوم من الأيام انا بيحبوني يبقى حكم لان انا من النوع العادل بس انا بحس وانا بقى حكم ان انا بيفسدني من المتعة بس ان انا بقى حكم بقى الواحد دي ده لما يكون بس متعور وما بحبش الكلام ده فبيبقى دايما حتة الحكم دي مش مبسوط بيها امتى بقى استاذ العمارة احمد راشد يطبق الكلام اللي احنا قلنا داود يرفع الكرتل احمر امتى ويتمنى يجيب جول انت في حياته والله انا الشغال في الحياة كلها بتعامل معاها انها لحد توقتي لعبة متشكورة من كل موقف من المواقف وكل حدث من الأحداث دي بحاول ان اتعامل معاها باستمتاع لحد ما تحصل بقى مرحلة الاعتزال فان شاء الله الحياة والكرة اتصور يعني يعني حاليا احنا يمكن الحاجة اللي بتجمعنا واضحة وصريحة عايزين هذه الروح بتبقاش بس في الكرة تبقى في كل مناحي الحياة لو خيرتك استاذ العمارة دكتور احمد راشد بينين انت تستمر لعيد كرة في نهاية الحلقة ولا ترجع بقى المهنتك مهنتي خلاص هي مهنتي دي سابتة هي اللي بتفرد عليها انا برعب كرة برضو بنفس الروح بتاعك مهنتي